بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أن رفع الله الجبل فوق رؤوس العبيد وهددهم موسى أنهم إذا لم يرضوا بما أمرهم به فسوف يقعوا عليهم الجبل استسلم العبيد لأمر الله وسجدوا رغما عنهم خوفا من وقوع الجبل عليهم وهكذا رأينا كيف أنهم لا يرضون بشيء إلا بالقوة والتهديد وقد يجول برأس أحدكم فكرة أنهم مرغمون على هذا نعم إنهم مرغمون لأنهم لا يعرفون الصواب من الخطأ وكان هذا الحادث خيرا لهم لكنهم لا يحبون ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة ها نتسأل كثيرا وهيا معنا وبعد ان اجتمع العبيد اخبرهم موسى بما يريد امر موسى علماء بني اسرائيل وخيارهم ان يستغفر الله ويتوب اليه ثم اخبرهم انه سيختار منهم سبعين رجلا لكي يخرجه معه بملاقات ربهم الذي امره بهذا ولماذا يا موسى ستأخذ سبعين رجلا معك لقد ذهبت المرة السابقة بمفردك فما الفائدة من ذهابهم معك ويخبرهم موسى ان هؤلاء السبعين رجلا سوف يدعون الله ان يتوب عليهم جميعا مما فعلوا سابقا وهل لا يجوز ان نستغفر الله على ذنوب لم نفعلها يا موسى هل يجوز ان نحمل اوزارنا واوزار العبيد فليستغفر الله كل منا بلسانه ما لنا نحن وذنوب باقي العبيد يا لكم المجادلين ويجيب موسى ان العلماء ورثات الانبياء وهم الذين يحملون العلم بعدهم وهم المسؤولون الاوائل عما حدث في واقعة العجل ولانهم عبد العجل مع العبيد يقع عليهم الذنب الاكبر لقد فتنا جميعا يا موسى ولقد عفى عنا ربك وأنت رأيت هذا ولكن موسى لم يعبأ بحديثهم كثيرا وبدأ في اختيار السبعين رجلا واستصمت العبيد جميعا وكان كل من يسمع اسمه يقف وهو يتنهد في ضيق ويجز على اسنانه بغيره يا لحظي المشهوم أف لك يا موسى لماذا انا بالذات دونا عن كل العبيد؟ واختار موسى السبعين رجلا وخطب فيهم قائلا لقد اختارهم الله للذهاب معه وهذه نعمة كبيرة وفضل من الله ولكنهم لم يحبوا لقاء الله ومن لم يحب لقاء الله فإن الله لا يحب لقاءه هل ننتظر إلى أن يعود موسى؟ أن نتزوج قبل أن يذهب هو الرجال كما تريد، ولكنني تحدثت مع أختي ووجدنا أنه من الأفضل أن ننتظر إلى أن يعود موسى كما تريدان، فلنؤجل الزواج قليلا ونتزوج بعد أن يعود موسى، كما تريدان لا تنسي شيئاً هل أضع لك طعاماً؟ لن يأخذ أحد طعاماً سوف نصوم في هذه الرحلة كي نتطهر يا ويلاتي، وهل ستقدر على الصوم طوال هذه الرحلة؟ فلتسالي موسى عن هذا الأمر ما لي أنا وهذه الرحلة؟ فليذهب العبيد جميعاً للجحيم يا ليتني كنت مع السبعين رجلاً الذين اختارهم موسى ليذهبوا معه لميقى يا ليتني كنت معهم أنا كذلك يا لهم من محظوظين، سيذهبون مع موسى لملاقات الله ما أحلاها ملاقات وقد كنت أنصت إلى موسى جيداً حينما كان يختار رجال وكلما اختار رجلاً أقول لنفسي أنا الذي بعده وراودني الأمل حتى التاسع والستين فلكنه اختار السبعين وذهب الأمل مني الحمد لله على كل شيء إن مشيئة الله كلها خلوة إن يدعو الله أن تكون رحلة موسى ويعود الجميع بسلام إن شاء الله سيعود الكل بسلام لماذا اختار موسى السبعين رجلاً يا تورا؟ ألم تسمع حينها؟ لقد قال إنهم سيذهبون معه لملاقات ربه وهل تصدق ما يقول؟ يا لك من ساذك وهل وراء الرحلة شيء آخر؟ نعم، إن هؤلاء السبعين رجلاً لديهم من الأسرار الكثير ويريد موسى أن يخرج بهم من وسطنا ويلقي بهم في الصحراء ويدفن معهم الأسرار هل ما تقوله صحيح؟ صدقني، سيعود موسى إلينا بمفرده بعد أن يخرج بهم ويقول إنهم ضلوا الطريقة معه؟ موسى السبعين موسى هل سامعت بما يدور وسط العبيد الآن؟ بخصوص السبعين رجلاً؟ نعم سمعت وما رأيك؟ هراء كله هراء وحديث ليس بصحيح إن موسى لا يكذب ويقول ما يأمره الله به ولا يزيد عنه شيئاً ولكن لماذا سيأخذ هؤلاء الرجال لكي يتوبوا إلى الله مما فعلوه مع باقي العبيد ألا يستطيعون التوبة من مكانهم؟ أليس الله معنا في كل مكان؟ كما يقول موسى بلى معنا في كل وقت وحيم ولكن في الأمر شيء آخر لا نستطيع نحن العبيد أن نفهمه آه إذن فهناك سر لا تفهمينه نعم هناك سر ولكنه خير أحمد الله أنني لم أكن من بين السبعين رجلاً وهل أنت من علماء بني إسرائيل؟ وأحمد الله كذلك أنني لست بعالم إنك لست علماً بأي شيء أحمد الله كذلك 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 أحمد الله كذلك